اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعقلا وفكرا ووطنية بالقدر الذي جعله أحلا أن يذكر وأن يتحدث عنه كابن بار بأبيه وأمه وأخا متسامحا موجها لنا وزوجا وفيا ومعطاء وأبا حنونا ومسؤولا وطبيبا مهنيا وإنسانا كان أخي رحمه الله شديدا دون قسوة لينا دون ضعف اللطيف المضحي الصامد الصابر المثل الأعلى والقدوة الحسنة لنا جميعا بعيد النظر عميق الفكر الرجل الصلب في الأوقات الصعبة إضافة إلى تواضعه الشديد وحبه وتقديره للناس نشأ أبو سليمان منذ نعومة أظفارنا مؤمنا بالقناعة وأن الوطنية الصحيحة بذل وعطاء تضحية وفداء لا أخذ ولا استجداء الدكتور كانت بصيرته ثاقبة يتمتع بروح علمية عالية أما في عمله المهني كان يحمل رسالة الحق حيثما نزل وأينما سار الكلام في راحلنا الكبير متعدد المناهل والسير فيه هي سير في أمور كثيرة ومتنوعة كان محبا جدا لزملائه ونقابته هذه المؤسسة التي تركت بصماتها على كل منحا من مناح الحياة واستطاع القائمون من عليها من هيئات ولجان ومجالس نقابية مرورا بنقبائها وموظفيها أن يصلوا باستفينة إلى بر الأمان وكان له الدور الأوفى في توثيق مفهوم وضوح الرؤية المؤدي إلى وضوح التعبير وكيف تؤدي الرؤسامية ثمارها قوة في الحجة وضوحا في المنهج ثباتا في الخطى يقينا في الأداء وهيبة تعلو الهامات والهمم وأن الفكرة الأسمى من تحقيق الذات والأرقى من شغل النفس بعمل هادف تلك التي توحد معتنقيها وتدفعهم بالذود عن حياضها ببسالة وإن اختلفت آراؤهم وتنافر اطباعهم ذلك التفاني والاستعداد لبدل الغالي والنفيس في سبيل رفعتها لقد غيب الموت إنسانا غاليا وعزيزا على قلوبنا قامتا عانقت عنان السماء في عطاه أها وتضحيتها أقف أمام حضرة أخ استثنائي في القدرة على الجمع بين الحنان والحزم والإدارة الكفؤة ستبقى روحك الطاهرة التي صعدت إلى السماء بعد أن قضيت نحبك تطوف علينا تشحد هممنا تشد من عزيمتنا كيلان تراخى فطوبى إلى الأرض الطيبة التي احتضنت رفاتك فأنبتت زعترا وزيتونا ودحنونا وأنبتت كرامة وعزة وإباء لك الله يا أمي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ويعني زي ما حكى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا أبو سليمان لمحزونين طوقوا رجال السلط وأهلها الأشاوس اليوم وأصدقاء المرحوم وزملاء وأعناقنا بعمل حفل تأبين للفقيد الغالي الدكتور أبو سليمان الدكتور أشرف هو أخويا طبعا اللي ببعدي مباشرة وهو تولى زمام الأمور بعد وفاة أبويا الله يرحم واللي توفى قبل وفاة الدكتور بسنة ونص كان أخ حنون عطوف متجاوز عن كل الأخطاء ناصح موجه هذا على الصعيد العائلي بحبنا وبحب بيته بحب أسرته وأولاده وبار بأمي وبار بأبوي وكان دائما يمارس علينا دور الأخ الأكبر الموجه والنصوح والمتفاني لأجل استمرارية هاي العيلة أما بالنسبة على الصعيد المهني فكان طبيب بارع في مهنته طبيب إنسان في تعامله مع المرضى طبيب أخلاقه زي ما شفته بحفل التأبين عالية جدا والحمد لله رب العالمين وهذه الثروة الحقيقية اللي تركها أما على الصعيد الوطني فكان هو يعني من أكثر الناس اللي بيساهموا بهموم المواطنين جميعا وبشعر فيهم ودائما بيشارك بالمسيرات اللي بتنادي وبتحث على الاهتمام بالمواطن والحفاظ على الوطن والممتلكات والحمد لله رب العالمين على كل حال ولا نقول إلا أن الله وإنا إليه راجعون